استقبل صاحب السموه السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم معالي الدكتورة رولا نبيل جبران معايا وزيرة السياحة والآثار بدولة فلسطين حيث رحب سموه بمعاليها والوفد المرافق لها وفي مستهل اللقاء نقلت معالي الضيفة تحيات القيادة الفلسطينية وتمنياتهم الطيبة للقيادة في سلطنة عمان متمنية للشعب العماني المزيد من التقدم والنماء ومعربة عن تقدير الشعب الفلسطيني المساندة الدائمة التي تحظى بها القضية الفلسطينية من سلطنة عمان وأكد صاحب السموه استمرار سلطنة عمان في دعمها للقضية الفلسطينية ولكافة الجهود الرامية لاستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني تناول الحديث خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مجالات التراث والسياحة والمتاحف كما تم أيضا التطور الرقوع إلى المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبها أعربت معاليها عن سعادتها والوفد المرافق بهذه الزيارة لما لها من إيجابيات على صعيد التشاور وتبادل الرؤى حول العديد من الأمور مؤكدة اعتزاز بلادها بالتقدم الملموس الذي تشهده السلطنة وما تحقق خلاله من نهضة شاملة على مختلف الأصعدة كما أشهدت معاليها بالدور الهام الذي تطلع به سلطنة عمان في نصرة قضايا الأمة العربية ودعم جهود الوفاق والسلام والاستقرار في المنطقة مما أكسبها احترام وتقدير الجميع حضر المقابلة معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة كما حضرها سعدة جمال بن حسن الموسوي أمين عام المتحف الوطني